عيد مليء بالدموع والدم ذكا الذي مر على أطفال تعز المحاصرة بنهم الميليشيا للقتل لا يوجد تفسير لقنص طفل في الثالثة من عمره سوى إصرار نفس مريضة في تحويل أفراح اليمنين إلى أتراح ومآسي تخضبت الأرض بالدم هلت الدموع وخيم الحزن على أرجاء المدينة التي لم تفارقها المآسي منذ أن حلت بها الميليشيا أم تعد ابنها لفرحة العيد وآخر ينصب شراك الحزن حولها إنها معركة بين من يسعى للحياة وبين من يوزع الموت بدم بارد لا شك بأن ذلك الذي يوجه فوهة قناصته إلى صدر طفل هو مسخ آدمي لكن الواضح أيضا أنها محاولة لكسر صمود المدينة وإذلال ساكنها مر العيد في تعز وفي سجله ثلاثة أطفال أبرياء قتلتهم قناصة الميليشيا وفق معالم الحزن هذه سيؤرخ اليمنيون لمناسباتهم وسيكتبون تاريخهم مع الميليشيا وفق هذه المعادلة التي ستكون درسا قاسيا ومريرا لأجيال قادمة هؤلاء الذين لا يراعون حرمة الطفولة ولا حرمة المناسبات الدينية لا شك أن لديهم عداء مع مفهوم الحياة أو ربما يتصورون أن الحياة مقصورة عليهم والقتل الذي يوزعونه قدر اليمنين جميعا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر